شد وجذب ما بين بلدية النجف وأصحاب الدور السكنية ذات الطبع الزراعي في حيميسان شمالي المحافظة البلدية أحالت مشروع إنشاء شارع عام بعرض ستين مترا إلى أحد المقاولين وذلك يعني هدم الدور التي أنشأها أصحابها في أراضيهم الزراعية الأمر الذي دعاهم إلى تنظيم اعتصام مفتوح للمطالبة بتعديل هذا المشروع وتقليص مسافة الشارع بما لا يضر بهم عندنا كتب رسمية من بلدية الكوفة ومن التخطيط العمراني وحتى من الأعمار الكتب تقول أن هذا الشارع العرض ماتة 25 هذا الشارع الطول ماتة 800 متر ما بي لا زيادة ولا نقصان 800 متر كل شوارع حيميسان ما بيها شارع أكثر من 25 هذا يردون يسوون ستين متر لأنه أكو ناس إذا سووا الشارع ستين متر وشالوا هاي الناس خطيئة الفقرة القاعدين على الشارع وهدموا بيوتهم راح يصير مصالحهم على الشارع العام وراح يصير استثمارات وفائدة لهم واقع حال إذا يريد يمشي على القانون وموجودة حتى السندات هسا يروح يدقى على البيوت هاي السندات هو شارع خمسة وعشرين أنت تسوي ستين معناتها تجرف المزارع وتجرف البيوت فتجي تعوضنا بما يرضينا إحنا بما يرضينا لأن إحنا منشترينا وقعدنا وبنينا اللي قبل صارنا عشر سنوات إحنا بنينا على شارع خمسة وعشرين على الجانب الآخر فقد طالب أهالي المنطقة المستفيدة من مشروع إنشاء الشارع العام بضرورة إنشائه بالمواصفات التي حددتها البلدية لافتين إلا أن المنطقة تعاني من سوء الخدمات لا سيما في مجال الطرق والمواصلات المعتصمون رافضون لمشروع البلدية اقترحوا أن يتم تعويضهم بما سيخسروه عند هدم دورهم مضيفين إن الحكومة المحلية في النجف لا تتعامل بجدية مع مطالبهم من النجف الأشرف محمد رزاق قناة تغيير